المعيقات التي يواجهها قطاع الزراعة في منطقة الحلبات والليل بمحافظة الزرقاء كانت محور جولة لوزير الزراعة المهندس خالد لحنفات المزارعون من جهتهم طالبوا وزارتي الزراعة والبيئة بإيجاد حل لمشكلة معالجة السماد العضوي وخلال زيارة مزرعة ريادية لإنتاج الأعلاف أكد لحنفات أهمية استخدام أحدث التقنية في الإنتاج نحن من خلال وزارة الزراعة نشجع مثل هذه الزراعات وهذه المزارع الريادية لما لها منعكاس إيجابي على القطاع الزراعي وعلى المزارعين في كافة المحافظات حتى لأن هذه المزارع تصدر أو تورد الأعلاف إلى كافة المحافظات الأخرى السماد العضوي الناتج من مزارع الأبقار يطلبوا منا أن نودينا مصانع يتعالج مع العلم إحنا اللي نشتغله ونعالجه من منطقتنا أفضل من المصانع لأنه إحنا يهمنا يكون منتجنا خالي من الأعشاب إحنا اللي نشتغل عليه وإحنا اللي ننقيه وإحنا اللي ننظفه وإحنا اللي ننخمره صح أما المصانع ما تشتغلوا زي ما نشتغلوا